بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم فيديو جديد عن فيديو هات القناة دينا solo is video العنوان دي الفيديو دي اليوم مجالس المؤسسة كما تتعرفو المؤسسة باش تمشي تخصها طبعا الحال الاساسي دا الادارة الاخير ولكن لا بد من هياكل تنظيمية لهاد المؤسسة لان كنش يحويش ميمكنش يبقي يستفرض بها المدير في السيار دياله او الحارس عام او النادر يعني لا بد من المقاربة التشارك فهاد سياق جو المجالس ديال المؤسسة آلية التدبير الاداري بالمؤسسة نا تكلم عن مجالس المؤسسة تتكون مجالس مؤسسة التربية والتعليم العمومي من مجلس التدبير المجلس الترباوي مجالس التعليمية و مجالس اقصام مجالس اقصام تكونوا فيه الاساسي دا ديال القاسم انتهى يعني هنا هاد المجلس غي عالج ليندك الشي اللي عنده علاقة شي مشكل متعلق بهاد القاسم سوايع دياله اقلال او لا شي تلامد فيه باسلين او لا او لا او لا المجالس التعليمية هي مجالس مرتبطة بالمادة مثلا المجلس التعليمي ديال علوم الحياة والارض كي حضرو فيه الاساسي دا ديال علوم الحياة والارض برفقة المدير الاخير المجالس الترباوي و المجلس الترباوي و المجلس التدبير كان بيناتهم واحد الاختلاف بسيط اه تقريبا نفس المكونات يعني استاد عن كل مادة مدير المؤسسة الاخيره اه فقط اختلاف بسيط هو اللي غدي نشوفه في التفاصيل اذا اللي مهم دا بحد هنا هو اننا نعرفه بانه كان اربعة مجالس بالمؤسسة ديال التربية والتعليم لهم مجلس التدبير مجلس الترباوي مجلس تعليمي و مجلس الاقصى مجالس الاقصى اذا هما هذو مجالس المؤسسة مجلس التدبير مجلس الترباوي مجالس تعليمية و مجلس الاقصى مجلس التدبير في المادة 18 كتأكد على أن مجلس التدبير يتولى اقتراح النظام الداخلي لمؤسسة ما يجيبوش لنا المدير من عنده في إطار احترام النصوص التشريعية يعني حتى ذاك الأساسية اللي غايصيبوهره تيخص يحترمو النصوص التشريعية وتنظيمية الجاري بهالعمال وعرضوه على مصادقة مجلس أكاديمية الجهوية لتربية وتكبير دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل مؤسسة المقترح من قبلها يعني هاد المجلس دي التدبير كيقتارح النظام الداخلي دي المؤسسة وكتصادقة عليه الأكاديمية كما يعمل على دراسة البرامج دي العمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية يعني كينينوا واحد المجالس أخرين كيديروا برامج سانوية كيحطوها المجلس التدبير اللي غايص صادق عليها أو لا يرفضها أو لا يدعمها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبلها كذلك يعمل مجلس التدبير على دراسة برنامج العمل السانوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه يعني هذيك الأنشطة اللي كتكون في المؤسسة مثلاً واحد الخرجاء مثلاً واحد الحفل السانوي حفل المنتصر أي لآخره كي يدرس هاد البرنامج بزيان خايب شنو تشير ديالو ميزانية ديالو إلى أخير وتتبع مراحل إنجازه الإطلاع على القرارات الصادرة على المجلس الأخرى مثلاً هنا يتطالع واحد المجلس ديال القاسم اختخذ واحد القرار خاصة يتطالع على هذا المجلس التدبير شو من نتائج أعمالها واستغلال معطايتها للرفع من مستوي التدبير التربوي والإداري والمي من مؤسسة دراسة التدبير الملائمة لقمان سياسة المؤسسة والمحافظة على ممتلكها شيء يباين يبدأ الرأي بشأن مشاريع اتفاقية الشراكة التي تعزز المؤسسة عبرها هنا فش يجي واحد المؤسسة أو له واحد الشركة أو له واحد الإدارة معينة تبغي تسني واحد الشراكة مع المؤسسة مجلس التدبير رأي عنده رأي في هاد المسألة هاد يعني ماشي المدير اللذي يستفرد بهاد دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية المصدق على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والذي يتعين أن يتضمن لزوم المؤسسات المتعلقة بتدبير إداري والمالي والمحاسباتي يعني الفلوس الفلوس هنا لا بد أن يصادق عليها هاد المجلس مدى التسعتار ماذا هما مكونات مجلس التدبير؟ حسب المراحل مثلاً ابتدائي مجلس التدبير ما تكون فيها؟ كيكون رئيس دياله هو المدير المؤسسة ممثل واحد عنها هي التدريس عن كل مستوى مثلاً أستاذ ديال التحداري أستاذ ديال التاني أستاذ ديال أستاذ ممثل عن أساسي داد الإبتدائي أستاذ ممثل عن أساسي داد الإعدادي أستاذ ممثل أعفوان مشيت هنا بالنسبة لك أن هادروا على المدرسة الابتدائية مجلس التدبير كيكون فيها قلنا المدير وممثل واحد عن هي التدريس عن كل مستوى يعني الأساسي دا اللي كيقرروا تحداري غيرتون أستاذ واحد يمثلهم في هذا المجلس الأساسي دا اللي تقرروا التاني غيرتون أستاذ واحد يمثلهم في هذا المجلس الأساسي دا اللي تقرروا التالت غيرتون أستاذ واحد يمثلهم في هذا المجلس إذن هنا هيكون عندي ستة الأساسي دا زائد المدير هو سبح ممثل واحد عن الأطور الإدارية والتقنية هم أولو ثمانية رئيس جمعية الأباء هو مموت ولا تسعود ممتل على المجلس المجمعي الذي توجه أهو مولا وفي عشر مفهوم؟ إذن مجلس تدبير دي المدرسة البتدائية يكون خصين في عشر من الناس مجلس تدبير دي الإعداد المدير بصفتي هي رئيسا حارس أو حراس عامل للخارجية يعني لو كانوا واحد رغيه هو كانوا لأخرين كان لن رغي حضروا كامل الحارس عامل الداخلية يعني لو كانت فيها أقصام ومطعم دراسية المؤسسة فقاق سوحضر ممتل واحد على العديد التدريس عن كل مادة دراسية عن كل مادة دراسية كانوا تسعودة المواد كانوا ثمانية كانوا سبعة المواد كيتقرروا فادقة إعدادية على حساب كل مادة دراسية تخصها واحد ممتل في مجلس تدبير مسير لمصارح الاقتصادية مستشار في التوجيه التربوي ممتلين اثنين على الأطر الإدارية والتقنية ورئيس جمعية الآباء أولية إلى آخرين هذا بالنسبة للإهداد بالنسبة للتراوي مدير مؤسسة بالسفلية رئيسا مدير الدراسة إذا كانت هذه المدرسة توفر على أقصام تحضرية لولوج المعاهد والمدرس العليا وأقصام تحضرية التقنية العالية النادر كين كذلك يقدر يكون عندنا في مؤسسة الرئيس للي أشغال بالنسبة لمؤسسة تقنية لليسي تكنيك حارس أو حراس عامل خارجة حارس العامل الداخلية في حال التوافر مؤسسة على أقصام الداخلية أو مطاعم ممثل واحد عن تدريس عن كل مادة ممثلين اثنين عن أطر إدارية وتقنية مسير المصالح لإقتصادية مستشار في التوجيه اشتربوا ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة أو رئيس جمعية الأباء وأولياء التلاميذ ممثل كذلك على المجلس الجامعي الذي توجد مؤسسة داخل نفوذه من نفس الشي فقط يتزادوا هاد الإدارة هاد المصالح الاقتصادية ويعني كيف ما قلني هنا يا رئيس الأشغال ومدير الدراسة غنتقلوا دبا إلى وقت شك يتجمع هاد المجلس ديال التدبير المادة عشرين كتقول بأن يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه اللي هو المدير كل ما دعت الدرورة إلى ذلك يعني وقت ما كان لا بد يجتمع مجلس تدبير كي يقيم رئيس المؤسسة أو لا رئيس المجلس تدبير اللي هو المدير ديال المؤسسة واحد دعوة وتيخصت الناس تستجب وعلى الأقل مرتين في السنة يعني ممكنش نديره مرة واحدة ليخصت الجوج على الأقل على الأكثر شحل ما بغض دورة في بداية سنة الدراسية وتخصص لتحديد توجهات المتعلقة بتسير المؤسسة وعلى الخصوص دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي الدورة في نهاية السنة وتخصص لدراسة منجزات منجزات وحاجية المؤسسة بصفة خاصة بحالة حل النظر في التقرير السنوي العامل متعلق بالنشاط وسير الدراسة المصدق عليه وتحديد حاجية المؤسسة السنة الدراسية الموالية والموافقة عليها حسب مقرر وزير التربية واللطانية التكوين العانية وبحث الإلمي أصبح عدد الإجتماعات أربعة وكل ما داع الترورة يعني ما بقاوش غير ثلاثة غير جوش أربعة الإجتماعات وكل أربعة فأكتر يعني في البداية وفي النهاية دي للدورة الأولى وفي البداية وفي النهاية دي أولى في منتصف الدورة يعني ومنتصف الدورة مدى 21 يشترطوا لصحة مدولة المجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يعني باش تكون الاجتماع صحيح كخس ما يكونش فيه أقل من نصف أعضاء وسمع دبا الدموقراطية هنا كيفاش كينا مثلا نحن عندنا واحد المدير نازي كي يقرر بشكل انفراضي كي يجي عايقر علينا إلى آخره قل لك السيدي هو قامش الدعوة لواحد اجتماعه خس يحضر هاد الاجتماع ما لا يقل عن الناس مثلا المجلس تدبير فيه أه 16 أو العشرين ما لا يقل عن الناس فيه يعني خسنا نصف ألفوق يعني خس الحضره عشره 11 12 إلى آخر في الجلس الأولى في حالة عدم يعني إلا جاونا قل من عشره في حالة عدم اكتمال النصاب يوجي استدعاء تاني في ضرف أسبوع وديك الساعة فاش يوجي استدعاء يكونوا النصاب بالحاضرين فاش كيعاود يدير اجتماع كيتعقد الاجتماع بمن حضر الله يجعلهم يحضر غير هو والمسؤول عن مسؤول من الجامعة أو لو هو أحد التلامين وتتخذوا القرارات بأغلبية الأصوات سماع دابة شكونا يدب في هادي الحالة هادي شكونا أغلبية أول صودي المدير فإنت عادلت هادي اللي يزوينا فإنت عادلت رجح الجانب اللي ينتمي إليه يا رئيس المسليس اللي هو المدير مثلا عدنا في المكتب 21 عدنا في المكتب 21 الأصوات على واحد القرار مثلا باش نديروا الضص أو باش نديروا جردة أو لابشن شري ودطاشوا فى المؤسسة الأصوات جاوا عشرة مع عشرة عشنو غنديروا فى هادي الحالة عدنا المكتب في عشرين وجاوا بالمو دير عشرين بالمو دير و عشرة تعفقوا على اه نديروا الضص ونشروا والدطاشا وإلى آخرين و عشرة الاخرين تعفقوا على لا ما نشريش الدطاشا وما نديروش ندير واحدة اخرى فاش كي تعادلوا عشرة مع عشرة يرجح او لا ترجح الكفة الى الجانب او لا الى الجهة او لا الى الفئة التي ينتمي اليها رئيس المجلس وهنا ندي القيمة دير الدولة قيمة الدولة كدل هنا في فرضها لقانون يخدموا مصالحها مشكلين او باخر على اينا ذاك المدرة مشي شي واحد جاي من مشيراته هو كان اسجاده الى اخرى فهنا فقط غير باش نفهمو هاد النقاشه دا غير باش نفهمو اا تحددوا كيفية اختيار اعضاء هذه المادة 22 تحدد كيفية اختيار اعضاء المجلس التدبير المؤسسة بقرار السلطة الحقوبية المكلفة بالتربية الوطنية يعني هناك كان واحد مرسوم دي الكيفية اختيار الى اخر اعنا انتقلوا المادة 23 بتنطق مشيه المجلس التربوي واللي غن تكلموا فيه على شنو المهام ديال هاد المجلس التربوي اولا اعداد مشاريع برامج الثانوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الانشطة الدعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها اا تقديم اقتراحات بشعل برامج والمنهج التعليمية وعرضها على مجلس الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التنسيق بين مختلف المواد الدراسية دي هنا ما علينا التنسيق بين مختلف المواد الدراسية الى اخر ابداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على اقسامه كيفية استعمال الحجرات واستعمالة الزمن برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات انجازها دراسة الطلبات المساعدة الاجتماعية واقترح التلاميذ المترشحين لاستفادها منها وعرضها على مجلس التدبير تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقة التقافية والأنشطة الرياضية والفنية اذا هنا هاد المسلس التربوي كيعطي الرأي ديالو بشأن توزيع دير التلاميذ على اقسامه كيفية استعمال الحجرات واستعمال الزمن برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات انجاز كذلك هنا كي يساهم اولا كيدرس لنا الطلبات ديال المساعدة الاجتماعية وكيحدد لنا التلاميذ اللي غيستعبدوا منها وكي ينظم لنا أنشطة الموازية والمباريات والمسابقات وأنشطة الرياضية وفنية مجلس التربوي قلنا يتكون مجلس التربوي حيث المراحلة التعليمية من نفس مسلا في ابتدائه مدير المؤسسة بصفتها رئيسا ممثل واحد عنها هي التدريس نوكستا ومدير المؤسسة هي سبعة مستوى دراسي عن مستويات المرحلة الابتدائية رئيس جمعية أباء والتلاميذ اللي هو الأباء وأوليات التلاميذ اللي هما يقول لي ودبت منها بالنسبة للإعدادة مدير مؤسسة بصفتها رئيسا الحراس العاملة الخارجية ممثل واحد عنها هي التدريس عن كل مادة دراسية ومستشار في التوجيه التربوي رئيس جمعية أباء وأولياته إذن هنا ما كانش عندناه كمسؤول عن الجماعة الترابية اللي كان فيها النفوذي المؤسسة بالنسبة للتنوية التأهيد مدير المؤسسة مدير الدراسة في حال توفره نعم نادر المؤسسة الحرات العامية الخارجية ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية مستشار في التوجيه التربوي ممثلين اثنين على التلميذ المؤسسة رئيس جمعية أباء وأولياته هنا هذا كان حيض أحد العنصر أو العنصرين هو ذلك المسؤول اللي غيجينا من الجماعة والسيد الحارس العام للداخلية ثم يتم تعيين على مجلس التربوي من لدى الأقدمية الجوية للتربية يجتمع المجلس التربوي في المادة 25 بدعوة من رئيسه كلما دعت ضرورة إلى ذلك وعلى الأقل دورتين في السنة جوجة المرات في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك طبيعة الحال بدعوة من رئيسه المجلس التعليمية في المادة 26 الدور ديالها دراسة وضعية تدريس المادة هذه المجلس التعليمية هي كل المجلس ديال المادة عندها علاقة بالمادة دراسة وضعية تدريس المادة المعينة وتحديد حاجيتها التربوية مناقشة المشاكل المعوقة التي تعتارد تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات للتجاوزها التنسيق عمودياً وأفقياً بين مدرسي المادة الواحدة وضع برمجة للعملية التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية اختيار كتب المدرسية الملائمة تدريس المادة وعرضها على المجالس التربوية قصد المصدقة عليها تحديد الحاجيات من تكوين لفائدة المدرسي العاملين المؤسسة المعنية اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتيش التربوي وتتبع نتائج تحصل التلاميذ في المادة الدراسية البحث فيه أسليب تطوير وتجديد الممارس التربوية الخاصة بكل مادة دراسية اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جدوي الحصص إنجاز تقارير دولية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى مفتيش التربوي للمادة دائماً في المجالس التعليمية في المادة السبعة وعشرين كنت تقول بأنه تتقوى المجالس التعليمية حسب المادة أو لا حسب كل مادة من المواد الدراسية من ألف بالنسبة للمدرسة الابتدائية كيكون عندنا فيها مدير مؤسسة بصفته رئيساً جميع مدرسي المادة الدراسي يعني غير مدير دير المدرسة ولمدرسين مثلاً ديال العلم الحيث عنه أو لمدير مدرسة مع مدرسين ديال العلم الفيزيائية وكيميائية مدرسة مع مدر مؤسسة مع إذن كلهم كيشكلون لنا مجالس التعليمية بالنسبة للتناوي كيكون عندنا مدير المؤسسة بصفته رئيساً مدير الدراسة في حال توافر مؤسسة على أقسام التحدرية اللي وجده مع أقسام التحدرية الشهد التقنية العالية نادر المؤسسة جميع مدرسي المادة بيجتمعوا المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بيدعوه من رئيسه كلما دعوه على أقل دورتين في الساعة مجلس الأقسام مجلس القسم في المادة تسعود وعشرين هذا اللي خلوه هو الأخر مهم حتى هو مجلس القسم كيكون عندنا فيه مدير ديال المؤسسة والأساسدة ديال كل قسم وتنظيم العمليات ديال الدعم والتقوية اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى مستويات الموالية أو سماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية سنة الدراسية وذلك بناءًا عن النتائج المقصرة دراسة وتحليل طلبات توجيه وإعادة توجيه وليبت فيها اقترح قرارات تأديبية في حق التلاميذ غير منضبطين وفق مقتضايات النظام الداخلي لمؤسسة غالباً هذه هي الدور الوحيد اللي كيكون عنده باش كيكون شي تلم يدير شي حاجة كيجي يجمع المدير هادو كل الأساسدة ديال المجلس التعليمي باش يتاخدوا في حق واحد القرار او ما كيجمعو مش باش يمتلاً يديروا شي نشاط معين من الأنشطة المناطعة بها مادة 30 تتكون مجالة الأقسام حسب المراحل التعليمية منش قتكون بنسبة ابتدائي مدير مؤسس بسفتي رئيساً جميع مدرس القسم المعني ممثل عن جمعية أباء وأولياء تنامي بالإعداد مدير مؤسس بسفتي رئيساً من حارس العامل الخارجي مستشار في التوجيه التربوي جميع مدرس القسم المعني ممثل عن جمعية الأباء وأولياء تنامي بالنسبة لتنويات أهلية مدير مؤسس بسفتي رئيسا مدير الدراسة في حال توفر مؤسسها على اقسام تحضارية لولوج معاهد والمدارس العلية وأقسام لتحضر شهادة التقنية العالية الحراس العامل الخارجي مستصار في التوجيه التقدم أحد جميع مدرسي القسم معني وممثل عن جبعية أبا وأولياء تلاميذ المؤسسة في الأخر مجالس الأقسام كخلاصة وعند اجتماع مجلس قسم كهيئة أديبية يضاف إلى أعضائه ممثل عن تلاميذ القسم معني يختار من بين زملائه النسبة لمدة 31 تجتمع مجال الأقسام مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل إذن هنا قنكنوا سلينا فيديو المتعلق بمجالس المؤسسة والتي هم مجلس التربوي ومجالس تعليمية ومجالس الأقسام إذن عرفنا من فرق بينتهم شنو مناش كي تكونوا مناش كي تكون مجلس التدبير مجلس التربوي مجالس التعليمية ومجالس أقسام آآآآ الاجتماعات ديالهم شنو هي المهم اللي كي يديرون إلى أخرى فحد هناك كنونتهينا نلتقي في فيديو آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة